طيب من ضمن الأخبار الملفتة جدا للنظر اللي بتارت يعني تتكلم عنها كتير من الصحف استنادا ليه إحدى الجرائد أو الصحف الرياضية اليابانية خبر متعلق بيه دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في توكيو إن شاء الله في الصيف المخبل الخبر ليه علاقها بمسألة اشتراطات حضور الجماهير طبعا بديهي جدا ممنوع بحد يدخل من غير ما يكون ملبس الكمامة ممنوع حد يدخل أكل أو شط لغاية هنا الدنيا ماشي عادي بس اللي ملفت للنظر قال لك ممنوع الهتافات التشجعية إزاي دي بقى ما أنا عملا استوعبها عملا أرى الخبر قدامي قمنا رايحين ليه بقى الجمهور رايح يسمعنا صمته ولا إيه حكاية عموما الخبر ده وغيره أكيد من الأخبار هنتعرف مع حضراتكم على كل تفاصيلها من خلال لما نروح معكم دلوقتي على مقار جريدة الجمهورية مع مرسلتنا العزيزة مريم ساميح اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع وبالمناسبة حيكون معها كمان الأستاذ كسام الغربوي النقد الرياضي في جريدة الجمهورية مريم صباح الفل عليك وعلى ضيفك العزيز وإحنا سمعينك تفضلي وبردو أرجوكي باعملنا سلاس على التفصيلة دي تفضلي صباح الفل يا كريم صباح الفل نهواندو بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقار جريدة الجمهورية طبعا يعني يا كريم هنتكلم على هذا الخبر بالتحديد مع ضفنا العزيز الناقد الرياضي أستاذ حسام الغربوي بجريدة الجمهورية ولكن خلينا لأول نقول العنوين اللي هتكون معنا خلال هذه الجولة البداية من جريدة الجمهورية بعد مناقشات ومشحنات الثلاثية تحسم الدوري شغال ومن روسيا اليوم أندي الدوري سوبر تتخذ إجراء ضد اليويا والفيفا كمان من جريدة الشروء اللقاح ومنع الهتفات ضمن اشتراطات حضور الجماهير في أولمبياد توكيو طبعا هنتكلم في كل هذه العنوين مع الأستاذ حسام الغربوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية طبعا يعني بيسعدنا لقائك كل يوم ثلاث بمبسوطين نحرتك معنا وبصبح عليك طبعا مشرفنا على شاشة قراتنا دي سهلا أهلا مسهلا بحضرتك وتشرفوا طبعا جريدة الجمهورية كل أسبوع إن شاء الله في البداية طبعا من جريدة الجمهورية يمكن كان عنوان بالبنت العريض زي ما نقول الدوري شغال يمكن كان الاجتماع أمس باتحاد الكرة اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد يمكن كان فيه مناقشات وصلت لأن الدوري مستمر كمان بالمسابقتين سواء الدوري أو الكاس كمان هيبقى فيه تأسيس ربطة لأندية المحترفة مع بداية الموسم خاصة فيه ظروف مشاركة المنتخب الأولمبي في الدورة الأولمبية كمان كان فيه خلال الاجتماع الاتفاق على تطعيم كل اللعبين بالأندية باللقاح كورونا للتخلص من فكرة المساحات الطبية المتكررة قبل المبارية طبعا شيء طبيعي إن لجنة اتحاد الكرة إن هي تبقى حريصة جدا على استمرارية المسابقات المحلية خاصة في مصر إن مصر ينجحت بشكل كبير زي ما قلنا قبل كده في تنظيم كاس العالم في وقت كانت جميع دوريات أو أغلب المنافسات العالمية متوقفة فأصبح لمصر باع طويل أو خبرة كبيرة في إدارة البطولات رغم جائحة كورونا وخطورتها فشيء طبيعي إن الاتحاد طبعا أصر في جلسته أمس إن باستمرارية البطولة إن كان فيه ناس بتتكهن أو بتتخيل إن ممكن البطولة تتوقف ولكن ده طبعا ما وفقتش عليه اللجنة برئاسة كابتن أحمد مجاهد وطبعا أقروا تماما استمراريتها ولكن طبعا بمساعدة الأندية طبعا هي دي هي دي اللي كانت طبعا شيء إيجابي جدا من الأندية لحد اعترض والأندية الكبيرة وفقت تماما على استمراريتها ولكن طبعا هم قالوا إحنا لازم يبقى فيه تضافر جهود بحيث إن المسابقة تخلص بدري سواء في أغسطوش عشان ما تستمرش فيه سبتمبر بحيث يبقى فيه وقت من الراحة لجميع الفرق الرضيع استعدادة للموسم الجديد فطبعا إحنا معهم ده طبعا إلى جانب الحفاظ على التطعيمات بالشكل اللي يتحافظ على حياة اللعبين وعدم تقاعدهم أسن أو مثلا إصابة العديد من اللعبين شيء طبيعي يأثر على الفرق فطبعا لازم يحافظوا والتأكيد على الإجراءات الاحترازية القوية وطبعا ده هيدي دفعة قوية أن هم طبعا يكملوا مسيرة الاتحاد في إنشاء ربطة المحترفين بعد انتهاء الموسم بحيث تبقى المنظومة الرياضية في مصر متكاملة إن شاء الله ونتمنى لها إن شاء الله كل التوفيب إن شاء الله يمكن الخبر التاني معنا كان بيكلم عن أن مسؤول ومشروع دوري سوبر الأوروبي تقدموا برفع دعاوة قضائية ضد الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم لإنتهاج قواعد المنافسة الرياضية الحرة كمان فيه انسحاب تسعة أندية من أصل 12 نادي من المشاركة في دوري سوبر الأوروبي ده طبعا بعد تهديدات اليوفيا شيء طبيعي طبعا ظهور بطولة جديدة جنب البطول الأوروبية الأصلية شيء طبيعي ده هيبقى فيه تخاوف من التحاد الدولي والويفا كمان لإن ده هيأثر عليهم من الناحية كمان خاصة الاقتصادية يعني بطولة جديدة الناس يعني هبقى فيه مشجعين جداد أو ممكن كثير مشجعين من هنا أو بعض منهم هينتقل نحق للمقابل لدوري السوبر شيء طبيعي فيه شركات رعية أكيد هتتحول إلى الجانب الآخر شيء طبيعي أنه يبقى فيه قنوات كتير أكيد هتبقى عندها رغبة في تغطية هذا الحدث فشيء طبيعي أنه هم طبعا الاتحاد الدولي والويفا يحاربوا الفكرة ولكن طبعا خاصة كمان لما هم قدروا يأثروا على تسع فرق أنه هم ينسحهم بطولة وعلى رسوم طبعا ريفال بول ومانشستر اللي أنه طبعا ريال مدريد وبرشلونة ويوفينتوس أصروا على استكمال البطولة فطبعا معرضين أنه هم يتم معقبتهم من قبل اتحاد الدولي أنه هم يأثروا على التسع فرق ولا لقوا من خلالها هذا القانون واللواقع هيتخذوا القرار المناسب في استمرارية البطولة من عدم يمكن العنوان الملفت للنظر واللي لفت نظرنا كلنا كمان كان كريم بيتكلم عليه دلوقتي فكرة مع اقتراب طبعا أولمبياد توكيو في قواعد كبيرة جدا صارمة سواء الطعام أو المصفحة أو احتساء الكحول طبعا يعني ممكن كمان أن يكون فيه إمكانية من منع المقامين من دخول ملاعب أو كمان أنه هم يضطردوا في حالة خارك هذه القواعد ولكن بنتكلم عن فكرة منع الهتاف داخل ملاعب هل هيبقى فيه إقبال برضو مع كل هذه القواعد الصارمة المفروضة؟ شيء طبيعي أن المشجعين أو اللي بيبقى عاشق للرياضة والمشاهدة شيء طبيعي أنها هيبقى فيه طبعا إقبال خاصة أن بقى لنا فترة طويلة جدا المدرجات بصراحة يعني بتبقى الأعداد بسيطة جدا تكاد تكون معدوم أو من وجهة نظرنا يعني استاد بخمسين ألف ومئة ألف بيجي بيحضروا بضع ألاف أو بضع مئات شيء طبيعي إحنا كألم يكون فيه تشجيع والأن التشجيع هو أساس الرياضة هو زي ما قلنا كتير أنه هو اللاعب رقم 12 سواقف بطولات عالمية فردية أو كرة القدم ولكن طبعا هو شيء طبيعي أن لازم الدولة اللي هي تنظم بطولة أن يتحافظ تماما على سلامة المشجعين واللاعبين وده شيء طبيعي عشان لو حصل أي تقسير شيء طبيعي هيعود للدولة والمنظمين وساعتها هيبقى فيه هجوم رهيب لطبعا الدولة ما اتخذتش الإجراءات الاحترازية القوية وأنا أتمنى أن كل الناس تلتزم بده شيء طبيعي لأن طبعا الهتفات وده وده هيبقى فيها طبعا احتكاية بينهم بعض وما فيش وضع كمامات فشيء طبيعي ممكن ده يزيد من الفيروس أو العدوى به خاصة أن احنا مع دخول بعض التطورات والتحورات للفيروس وده شيء خطر جدا وده شيء طبيعي بصراحة وكنا منتظرين وأكيد أنه هم مثلا لو حبوا كتير مصر عرضت على توكيو على فكرة أن هي تساعدهم بعض الخبرات اللي مصر نفذتها في كاس العالم ليدي زي الفوق لقاعة الطبية فأصبح هناك برضو سير أو خطة معروفة شبه معروفة بقى في رتياح بعد نجاح مصر فطبعا لازم طبعا توكيو دولة طبعا اليابان دولة متقدمة جدا هتبقى متمنى أن تخرج البطولة بقى بها صورة ممكنة خاصة بعد ما نادى كتير من الجماهير بإلغاءها بسبب جائحة كورونا ولكن طبعا هم بيطمنوا الناس وبيطمنوا اللاعبين بالإجراءات الاحترازية دي لنجاح البطولة إن شاء الله نتمنى النجاح للجميع بإذن الله شكرا جدا نورتنا وشرفتنا يا أستاذ حسام على شاشة قناة النادي الأهلي ده طبعا كان حوارنا ومنقشة كل العنوين اللي كانت معنا النهاردة من داخل مقر جديدة جمهورية مع الناقد الرياضي لأستاذ حسام الغربوي بشكركم جدا عودة للستوديو منظر نحن لبنشكر الجزيل الشكر سبريتنا العزيزة بريم سميح وطبعا كل التحية والشكر والتقطير للأستاذ حسام الغربوي يضيفك العزيز النقد الرياضي تجارية الجمهورية وسلا وسلا وسلا